اسمح لي اغير فكرة حضرتك عن الزراع اخد مني الكلمة ديت الزراع هي الاقتصاد القادم اللي عايز يعمل الفلوس يا جماعة خش في الاستثمار الزراعي الاستثمار الزراعي استثمار الزراعي ان شاء الله رب العالمين يعملك عائد مادي مجزي جدا جدا موضوع حلقتنا النهاردة هوريكو نبات ممكن يا جماعة يعملك نقلة في حياتك ونبات سعره غالي جدا 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 وتقدر تزرعه على السطح وانا اواري بولكو انا ازرعه على السطح ومدي انتاج رائع وان شاء الله حضراتكو تتشجعه وتزرعه على الاسطح او اللي عنده ارض مفتوحة ان شاء الله يزرعه ويحصل منه على عائد ما يقارب من 400 الى 500 الف جنيه ما تتخضش من الرقم والله ادرس وخش وابحث وشوف فعلا اللي انا بقوله ده صح واللقم نبدأ كما تعودنا دائما كبش رح لي صدري ويسر لي املي واحلو العودة من لساني لفقه وقبه شاء الله رب العالمين انا هكلم حضراتكو على نبات عشان ما انطولش نبات يمكن حضراتكو سمعت اسمه قبل كده سمى الاشواجنده الاشواجنده او الجنسينج الهندي او سمعات بسموه الوطنية وسمعات بسموه الكريز الشتوي له كذا اسم كده سموه الوطنية عشان هو من باته كان في الهند والكلام ده كان من 2500 سنة سنو بس انا هويروكو النبات الوقتي وهتحضروا معايا واحنا بناخد البزر بتاعه اخواتي الالوم عايزين بزوره ان شاء الله رب العالمين انا عندي كلمتي وعندي وعدي الوعدته ليحبايلي ومتابعيني ان شاء الله رب العالمين بزوري البزور بتاع النبات الغالي ده جدا جدا هدية مني لاخواتي متابعين وحتى ان شاء الله رب العالمين هعمل منه شتلات انا يساعدني يا جماعة ان الناس تاخد خطوات في اكسار هذا النبات وزراعته على الاسطح فبالتالي ان شاء الله رب العالمين حضرتك انا اشجعك تشتيع كامل وتام على ان انت تزرعه وهاقدم ليك كل الدعم اللي حضرك عايزه انا بدأت به بشجرة واحدة وان شاء الله رب العالمين مش هنتهي الا ما يكون عندي فتعة ارض كاملة مزروعة منه ان شاء الله رب العالمين هتشوفوها مع بعض واحنا حضركوا حضركوا في فيديوهات تصوير من الارض اللي حضركوا شفتها في تصوير الدودة القرضة بتاع السباخ وكان في البصل وحضركوا هتشوفوا ان شاء الله رب العالمين ارض دي هتتحول و هتشوفوا زراعة جميلة تعالوا قرركم النبات و ازاي هناخد بزوره وتتعرفوا عليه اكتر طيب اهل الخير كده احنا هنتكلم على النبات ده بالتفصيل ان شاء الله رب العالمين و هقول لحضركوا يعني ان شاء الله المعلومات اللي حضرتك محتاج و هتتعرفوا عنه و هتتزرعوا امتى و هتتسمدوا ازاي و التربة الصالحة تزرعتوا بشكل كوي صلت على حبيبة سيدي صلى الله عليه وسلم انا قاعد جنب الشجرة من العائلة البازينجانية زي ما انا قلت لحضركوا في مقدمة الفيديو اتزرعت من حوالي 2500 سنة في الهند و كانوا الهنود اول من استخدامها في علاج امراض متعددة يعني كانوا بيعالجوا بها ايه؟ الناس اللي عندهم توطر عصبي كانوا بياخدوا منها الورق ده عشان اعرفت بس استخدامه ازاي الورق ده بيغلوه زي الشاي الشاي يكشر كده او يغلوه الورق و بيتشرب بيدي فعالية كويسة جدا جدا في تهديد التوتر العصبي لو واحد عنده توطر عصبي الناس اللي عندهم مشاكل في النوم بيحسن اداء فترات النوم كويس جدا الناس اللي عندهم مشاكل في الخلفة و في الحيوانات الملوية اللي عندهم ده فعال جدا جدا في تنشيط الحالة الجنسية للرجال والنساء كمان النبات ده في فترة كوفيد ربنا معيدة على العالم كله كوفيد 19 او كورونا استخدموه كواقي للمرض ده لان فيه بعض الحاجات اللي العلم اثبته ان فيه حماية من الامراض السرطانية يعني كمان بيستخدم فيه الوقاية من السرطان يعني كمان الناس الرياضيين اللي هما عندهم عايزين يعملوا حجم عضلي بيتناولوا اللي هو النبات ده طب انا هاكله ازاي انا اوررى لحضراتكم البذرة بتاعكم دلوقتي وهوريكم شكله ازاي وازراعته ازاي خليكم معايا عشان تعرفوا معلومات عنه انا بنتكلم على الاشواجندة او الجينسنج الهندي طبعا الجينسنج الكوري اغلى انواع الجينسنج طيب بالنسبة ليه النبات ده حضراتكم انا باكل منه ايه؟ انا طبعا النبات ده لما بزرعوا حضراتكم بيوصل من حوالي 7 شهور لتسعة شهور على لما بتظهر الصمرة اللي بتشبه الكريز دي اقطع لحضراتكم واحدة عشان اوررى لكم عن اردن عشان كده هما بيسموه الكريز الشتوي اجيبها لحضراتكم اهيه دي بيسموها الكريز الشتوي وحضرتك انا ما بقطعهاش الا ما تكون باللون الاحمر باللون الاحمر كده تبقى خلاص استود بتظهر خضرة وبعدين جوا البزور هوريه لحضراتكم البزور وهنخزنها مع بعض وعشان ندل حبيبنا اللي عايزين منها واللي عايزين يزرعوا منها ونعمل اشتال ان شاء الله مع بعض وحضراتكم هتحضروا المهم نرجع لكلامي السمرة اللي بتشبه الكريز دي او بسموها الوطنية بتحتوي على مجموع البزور هنفتحها قدام حضراتكم دلوقتي وهتشوفوه السمرة دي ما تتاكرش السمرة دي الهدف منها لو انا كان اكا احمد زراحة دلوقتي عايز اخد اقصى استفادة من شجرة جاتلي وما عنديش غيرها فبسيبها تنبت لحد بما بتطلع السمرة اللي حضرتك شايفه ده زي ما نوريته لك وبسيبه يستوي باللون ده كده وباخده افتحها ووريه لحضراتكم البزور دلوقتي وبعمل منه اكثار لنباتات مختلفة فما باستعجلش خالص في قطف السمرة الا ما تاخد اللون ده عشان البزور اللي بها تكون نضجة تمامة تكون صالحة للزراعة طيب انا لو عايزه يستمر معايا ممكن يستمر معايا من ثلاثة الاربع سنين يعني احوله الشهرة جراءة معمرة ودي لو انا عايز اخد منه بزور 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 ما عنديش بقى منه كتير فاعمل منه بزور انما لو انا مستعجل وعايز اخده باجي بعد السنة الاولى اسيبه سنة كويسة في الارض سنة كاملة واقلع الشجرة دي اشدها خالص هتقلع جذور بس انا مش اقلعها الوقت لان انا محتاجه اخد منها جذور بقدر الامكان حتى هتلاحظوا ان فيه بزور قديمة وفيه بزور طلع جديدة والطلع تاني والبران جديدة طلع هوريه لحضراتكم عمقور بالوقت المهم لو حضرتك عايز استفادت من الجذور هتقلع علي بعد السنة هتاخد الجذور دي طب الجذور دي انا بقولك تتامل منها مشروع طب ايه مشروعها بقى دي الجذور ده جماعة اللي انت حضراتك بتقطعها دي سعرها بيتباع تجاري تجاري بربعمل جنيه وبيجلع عن كده كمان طب الشجرة دي لما انا اقلعها الشجرة الواحدة بتجيب من حوالي ربعمل جرام لخمسمت جرام يعني ممكن تجيب نص كيلو او تقعد كمان او كيلو يعني الشجرة الواحدة جدور يعني لان الجذور دي هتقلع هورره حضراتكو بس ما توصل لمرحلة بتبقى الجذور بتتنظف وبتتنشف بعيد عن الشمس وتاخد وضعها وبعدين بتباعها لشركات الادوية الورع ده زي ما قلتها حضراتكو لو انت حال مزاجك مش حلو ممكن تغليه وتشربه هيعدل مزاجك جدا الحالة المزاجية جدا جدا والمشهور حضراتكو ممكن تسمعوا عن الاشواجان ده او الجنسنج لارتباطه به التنشيط الجنسي للرجال والنساء من دي من اشهر ارتباطاته به والرياضين بيفضلوا عشان يزود عندهم الحجم العضلي زي ما قلتها يبقى لو حضرتك الفدان تقريبا بياخد من الشجر ده ياخده تقريبا حوالي من 2400 2500 شجر من الفدان فلما نضرب متوسطه مثلا خليها الواحدة هتجيب مثلا الفدان هي اجمال الانتاج بتاعه مثلا هتجيب له لو انت ضربتهم في بعض تجيب لك حوالي 1200 كيلو حوالي تضرب في 400 جنيه للكيلو يبقى تقريبا هتحصل على 480 ألف جنيه من الفدان ممكن لو ما عندكش فدان بحاله عايز تزرع في المنطقة قرب واسمع كلامي انا عن نفسي انا زي ما انا حضراتكم شفتوا فيديوهات لها في الارض اللي انا اخدها انا هعمل له اكسار لان انا فعلا هاخده كمشروع اقتصادي لها ان شاء الله رب العالمين يمكن يعمل معها حضرتك نقلة لو انت عندك ارض نصف فدان قراطين ازرع والله دي نصيحة عشان بردك انا عايز حضراتكم تستفادوا بقدر الامكان حضرتك بعد ما بتسيب بصوا حضراتكم في عناقيد بقى بتظهر عند حضرتك كده شوفوا كده انا بقص العنقود كده زي ما انت حضرتك شايف هقرب لكم هنا كده بصوا جماعة العنقود ده كله بزور يعني انا بقص السمر بتاعه اهو هتلاحظوا حضراتكم بقى واوريكم كل ده كل ده بزور مكسب ليك لما انت زرعه وتاخد اهو انا بس بفراته قدام حضراتكم اوريكم بقى البزر من جوه الوقت بس شوفوا السمر عاملة ازاي انا سبتوه لما جف خالص على عوده عشان اقدر استفاد من البزور الجوه ويكون صالحه لازراعه بشكل كويس تمام؟ اخد بس العنقود ده طبعا زي ما انت حضراتكم شوفتم اهو ملان اهو اريكم بقى طبعا انا جاي بالقلبة اللي هحط فيها وهههيت عشان احبيها جواها بصوا جماعة صلع الحبيب كمان مرة البزور شكلها اهيت بصوا حضراتكم هتلاقي الصمرة بتحتوي على كمية كبيرة من البزور اهي هطلعها لكم اهيت يا جماعة البزور بتاعته صغيرة خالص في حجم بزرة الجرجير تقريبا بصوا جماعة شايفين؟ كمان واحدة جنبها عشان بزوره صغيرة جدا بس الصمرة بتحتوي على كمية كبيرة جدا من البزور طيب اللي بيسألني ويقول لي يا زراعه امتى هو مواعيد زراعه افضل مواعيد زراعه من نصف شهر اثنين تقريبا او من شهر اثنين لما لشهر ثلاثة تكون زراعته تسيبهولي بقى لما الاثنين لبعده يكون بقى زي الفل اه جماعة قدرت اجيب لكم كمية من البزور كافية من دم من ثلاث سمرات العدد ده كبير جدا العدد ده كبير جدا البزور ده تزرع اشجار كتير جدا عشان كده اخوات اللي طلبوا مني قلتولهم اجيب لكم فأقولوا واحدة او اثنين لا اجيب لكم كتير ده انا صمرة واحدة لما اديها لك حضرتك هتجيب منها عدد كبير جدا 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 من البزور تزرع يا سيدي وازرع وقدي الغلق كمان يزرع وكلنا نقدر ننشر النبات اللي حضرتكو شايفينه ده وانحق منه سروة هزرعوا فيها هزرع الطربة عاملة ازاي النبات ده جماعة من النباتات اللي بتحمل الحموضة العالية جدا والملوحة العالية جدا نبات قوي جدا جدا في تحمله للظروف القاسية من الزراع يعني تقدر تزرعه في ارض رملية صرف لو ارضك فقيرة خالص ما فايش عناصر غزائية ازرعوا فيها هيدديه لك بصة حضراتكو اتمنى اكونوا شفتوا البزور بقى بقى شكلها عامل ازاي ازرعوا في ارض رملية صرف ازرعوا في ارض تونية ازرعوا طبعا نحط بقى هنا جماعة لان ده الحصلة بتاعتنا مش هنعمله احنا هنجمع بس انا هجمع البزور مع حضراتكو عايز تزرعوا في ارض رملية ازرعوا في ارض تونية ازرعوا بكل انواع التربة بيزرع طب هو اتزرع عندنا اه اتزرع عندنا في المنصورة انا طبعا انا زي ما انا قلت يا حضراتكو انا في مدينة اجا محافظة الاهلية اتزرع عندنا في المنصورة و اتزرع في المحلة و اتزرع في الاسماعيلية بنسبة كبيرة خالص و ما شاء الله ادى انتاج جدا و رائع والناس اللي ازرعوه قرروا ان هم هيكبروا المساحات و هيبقى عندهم انتاج منه ان شاء الله السنين الجاية و اعرفوا ان هو موضوع مربح جدا انا دخلت في زراعته و جبت الشتلة دي كهدية زي ما انا قلت لحضراتكو مرة و اتنين بفيديوهات سابقه من لم يشكر الناس لم يشكر الله و اشكر في الفيديو ده طبعا استاذ سامح نوح حبيبي و متابعي من مدينة متغامر و محافظة الدقلية هو اللي اهداني يا زي الشجرة و قال لي انا جبتها بس مش عارف اتعامل معها ازاي فاخدها و اعمل منها اهدى الاستاذ سامح بعد كده منها بزور و شتلات كمان و غيره الاستاذ سامح لو حضراتكو اللي راغب او اللي حابب يزرع زي النبتة انا ان شاء الله يشرتني و التليفون بسيبه والله حبيبي اللي قال له انت ما سبتش التليفون والله بسيبه اي حد بيطلب التليفون في تعليق بسيبه ليه عشان لو حابب يتوصل و يحصل على البزور دي او ان شاء الله انا هعمل منها اشتال يحصل عليها و اوفرها له باذن الله شوف يا جماعة حتى الكريزة اللي هي دي انا قطعت واحدة حتى دي كمان دي كلها بزور خلاص طالما وصلت لدرجة الاحمرار اللي حضرتك شايفها دي يبقى خلاص كده جاهزة لازرع ان شاء الله رب العالمين هنزرع النبتة الرائعة دي مع حضراتكو بعد كده و انا هسيبها بقى ازا ما قلتلكم و ان شاء الله هوري لحضراتكو لما تندق خالص و تكون خلاص كده حلوة جاهزة للقلع للقلع بقى عشان اخدوا الجدور اوعدكم ان انا هوري لحضراتكو جدورها و هنعملها مع بعض و اوريكو تنشفها ازاي لو انت زراعة عندك وتطحانها و اقولك نصيحة تانية الناس اللي بقولوا ان في بعض الاعراض السلبية ممكن تزرر الاشواجندا فعلا طبعا لان حضرتك الاشواجندا دي من احد واهم الحاجات اللي بتعملها للجسم ان هي بتخفض حاجتين في الجسم الكيلوسترول و معدل السكر في الدم معدل السكر و الكيلوسترول في الدم لدرجة ان هي بتقللها بشكل كبير جدا ممكن تسبب له هبوط و اغمئات فعشان كده لو حضرتك هتتناولها لازم تكون حضرتك حريص على ان انت ما تكونش مريض مرض سكر سكرت بنخفض لان ممكن تخفض لك سكرت بشكل كبير جدا و تسبب لك مشاكل كبير كمان في بعض الاعراض بتزهر على النساء الحوامل و خطر ان هما ياخدوا الموضوع ده لانه مراشقوي جدا ممكن يسبب لقدر الله اجهاض في بعض الحالات و في بعض الدراسات بتقول ان الست المرضاعة المفروض ما تاخدوش لان حتى المواد الكيميائية اللي فيه ممكن تتنقل للرضيع وتسبب له اخطار ولو ان هما قالوا في الهند ان هما كانوا باستخدموه مع الاطفال لتقوية القدرات العقلية لان قالوا ان الجنسنج ده له مفعول ساحر على القدرات العقلية وتنشيط الذكر اتمنى ان تكون حضرتكم استفادتوا من الموضوع ده استفادة كبيرة و اتمنى ان تكون حضرتكم يعني بحاول اقدم لكم نباتات جديدة و انتم تدخلها على اسطحكم حاجات اول مرة تشوفوها ان شاء الله رب العالمين تستفادوا من الفيديوهات اللي بقدمها لحضرتكم اتباعا و انه يكون ضيوف خفافة على حضرتكم بالصفة على طول دورية ولو اول مرة تشوفني انا احمد بحشيش في قناة ارضنا على اسطحنا اتمنى واشرف ان انت تمتمي لنا في قناتنا وتستفيد من المعلومة اللي احنا بنقولها و بنجتهد فيها و ان شاء الله رب العالمين التقى حضرتكم و انتم بغاية الصحة والعافية في فيديو قادم عما قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا نعم